الملياردير المثير للجدل حصل حتى الآن على أغلبية أصوات أعضاء الهيئة الانتخابية إذ حصل حسب الأرقام التي وصلت حتى الآن على 238 صوتا بفوزه في أهم الولايات المتأرجحة وهي أوهايو ونورث كارولاينا وفلوليدا فيما حصلت كلينتون على 209 أصوات حتى الآن نذكر أن على المرشح للرئاسة عليه أن يحصل على الرقم السحي وهو 270 صوتا ليكون سيد البيت الأبيض وكل الأنظار كانت مركزة فعلا على الولايات الترجيحة الثلاث فلوريدا التي تعطي أكبر عدد من كبار الناخبين وهو 29 صوتا أوهايو من جهتها تمنح المرشح 18 صوتا والنورث كارولاينا بعدد 15 صوتا الأمور تبدو محسوما نوعا ما لصالح ترامب حتى الآن رغم أن التوقعات الأولية واستطلاعات الرأي كانت أشارت قبل هذه الانتخابات إلى تقدم هيلاري كلينتون